موسيقى بالنسبة لنا في الجمعية التوصيل للنساء الديمقراطيات هذه السنة سنة 2023 كانت سنة تقتيل النساء بامتياز بمعدل جريمتين كل شهر وصلنا إلى حدود 27 جريمة معلن عنها دون اعتبار للموت المصطراب ودون اعتبار أيضا لتتعدى محاولة انتحار أو انتحار بالنسبة لنا نحن في الجمعية عملنا المحكمة السورية من أجل دق نقوص الخطر على أنها سترتقي من حالات معزولة إلى ظاهرة وكان معناها فيها كثافة معينة في ولايات بعينها بالنسبة لنا نحن وفيها بشاعة كبيرة هالجرائم هذه أذك عليش ارتقينا أنه نعمل مناصرة باش الدولة تتحمل مسؤوليتها خاصة أنها تخرج منشير وترتيبية من أجل أنها تفسر ومن أجل أنها تحط قانون 58 إلى 2017 على محق الواقع وخاصة نتوجهنا إلى مسئلة الحماية لأنها الضحايا يتوجهوا لأنه وقت يدخلوا في حلقة العنف يتوجهوا إلى المحاكم وإلى وكلاء الجمهورية ولكن لا يتم تمكينهم من مطالب الحماية أذك عليش احنا نعتبروهم الناجيات من الموت وفي حالة من الحالات ولا في ضرب من الضربات وإلا بتعمد تفقد الضحية تفقد حياتها وبالتالي احنا بنسبة لنا حيوات النساء ضحايا العنف في خطر هو من ناحية القانونية عنا أحسن قانون تقريبا ناقص شوية معناها حاجة تكملية حول العنف السيبرني وناقص شوية حول اقتصاب الزوج ولكن من ناحية القانونية هو قانون رائد أصل في فرنسا مش موجود القانون هذي قانون هذي اللي احنا جاء نتيجة معناها نضالات حركة نسوية حركة حقوقية حركة مدنية بالنسبة لنا ما تغيرتش برشا حاجات من 2017 إلى اليوم لأنه العنف بالنسبة لنا ماشي في تزايد لسببين السبب اللي نعتبرو اللي الدولة ما عملتش جاهدة من أجل وضع استراتيجية متكاملة بين جميع الوزارات لتغيير العقليات لإدراجه ضمن البرامج التعليمية لإدراجه ضمن البرامج الفنية من أجل أنه نقص منسب العنف هذي بالإضافة إلى عدم رصد ميزانية لحماية النساء ضحاية العنف وللتعاهد بالنساء ضحاية العنف لذلك هذي خلى أنه القانون هذا ما يعطيش معناها مفعول فعلا وما يسمحش بالضغط على مثلا عدم جعل النساء يتعرضوا للعنف أو عدم جعل النساء أنهم يفقدوا حيواتهم أذك عليك سميناها ظاهرة فميليسيد أي تقتيل النساء وليس قتلي أنه تقتيل بالنسبة لنا متعمدة على يد الشريك أو القرين أو الخطيب أو أحد أفراد العائلة 74% من القتلات هنا معناها تم قتلوا هنا بدم بارد على يد أحد أفراد العائلة أقل 34% من النسبة المتوفية هذي المقتولة 34% بين عمارهم بين 19 و30 سنة وبالنسبة لنا هذه معناها فئة مستهدفة فئة الشبابية مستهدفة وبالإضافة لأنها تخلي أطفال معناها وتخلي ضحايا أخرين المجتمع بالنسبة لنا غير قادر على تحمل مسؤوليته تجاه الظهرة هذي مسئلة تأنيث الفقر كل وين تزداد الأزمات كل وين تشتد الأزمات السياسية والاقتصادية إلا وينساء يعانوا معناها معاناة مضعف لماذا؟ وقت اللي يبدأ فهم شح الماء إنساء هما اللي في معاناة يومية وقت اللي يبدأ ما فهماش إمكانية معناها لتمويل العائلة إنساء يعبدوا يخدموا الفلاحة وما يعافوش الخدمة وبالخدمة هذيك يصرفوا على العائلات وحالين عائلات إنساء في الأريف وفي أعماق تونس قاعدين يعانوا معاناة حماية اجتماعية معاناة نقل آمن معاناة وقت تخرج للتقاعد معاناة معاناة حتى منظومة حماية معاناة صحية وقت اللي تستعمل الأدوية في وقت اللي في الفلاحة تستعمل الأدوية متنجمش يتعالج بالإضافة لأنها معاناة شراطب معاناة في التقاعد وقت اللي تفوت 60 سنة معاناة شراطب للتقاعد دونك تقعد تشتغل وحاجة أخرى نعرف إلي المجتمع كل وين تضييق تشتد الأزمة وتضييق دائرة العنف اللي لو يرجع للإحتمال بجذوره الأبوية الذكورية اللي هي فيها استضعاف للنساء وفيها أهم حاجة التحكم في أجساد النساء هو علش يوصل معناها جلاد يوصل يقتل معناها المرأة ويستضعفها علش لأنه بالنسبة لي هي الجسد المتاحة هو ملك وهو وعليه أن يتحكم فيه وضعية النساء المهاجرات وضعية صعبة جداً لأنها من ناحية ما فماش اعتراف قانوني به رغم أنه القوانين التونسية تسري عليهم كيف هم كيف المواطنين العادي ومن ناحية ثانية يتعرضوا للاضطهاد واستضعاف يتعرضوا للعنف يتعرضوا للاختصاب يتعرضوا للعمل الغير اللائق يتعرضوا للتشغيل الهش ويتعرضوا زادة للأجر الأدنى من العاملات التونسية بالنسبة لنا الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام استضعاف النساء هذوما وخاصة إذا كان يتعرضوا إلى عنف على الدولة أيضاً أن تتحمل مسؤوليتها مع الجمعيات لأننا في مرصد أسمى الفني سواء في تونس أو في سفاقص قاعدين نقدموا في الإنصات التضامني في المرافقة النفسية وفي التوجيه القانوني وأحياناً قاعدين نرفعوا في قضايا ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها ونجموا حتى نعملوهم نفردوهم بنص قانوني تابع للقانون 37 إلى 2021 اللي للعاملات المنزليات اللي لليوم ما زال ما تخلش حيز التنفيذ بالنسبة لنا إذا كان فما ما فماش إفلات من العقاب إذا كان ما تتعداش لأنه في أغلب الأحيان البحث يتعدى ما فماش سبق الإذمار والطرس هو يبدأ عنده قداش من عام يذرب فيها وقداش من عام يخبط فيها وقداش من عام معناها وهو فك حلقة العنف وقداش من عام عائلاتها وأهلها مطبعين مع العنف ونزيدوا معناها كي تجيوا وقولوا لها لا معناها أرجعي وحتى كي ترجع وتفقد أحياتها معناها ما نجموش ناخذونها حقها وهي ميتة ذاك عليش في البحث دي ما تتعدى ما فماش إك سبق الإذمار والطرس بالنسبة لنا نحن إنها دخلت في حلقة العنف هذك بدو إذمار وطرس بالنسبة لنا أحنا إذا كان هي معناها سبق وتم تعنيفها فهذاك بدو إدانة ليه وذاك عليش بالنسبة لنا أحنا بطبيعة الحال نحن جمعية حقوقية نرفضوا الإعدام ولكن معناها ماذا بنا له كان يبدأ فهم حكم مؤبد معا عدم التمتع بالإعفاء لأنه ينجمي عادي عشر سنوات ويعاود دحياته وهي معناها تفقد دحياتها وكأن شيء لم يكن وهذا معناها مسألة مؤلمة عائلتها مؤلمة أطفالها ومؤلمة نحن جتنا ضحية قبل الثمانية وقبل ما يخرج القانون الثمانية وخمسين لالفين وسبعتاش اللي قدمناها في المحكمة السورية سونيا اقتالها وقسمها تروف تروف وردمها في دارو وحط عليها السمين وغرس عليها الزيتونة وجينا للجامعية قال فاركسولي عليها بيظهر لي هربت مع واحد ليبي دونك بالنسبة لنا أحنا لايك في قتالها ولايزي نتيجة معناها العنف ولايزي عائلتها أجبرت على إنها ترجع ولايزي يزيدي شواح حتى بعد الموت متاحها وحتى معناها تحكم عليه تم تهريبه للجزائر ولكن معناها بجهود بتضافر الجهود خاصة إنها الجامعية قامت معناها بالحق الشخصي وحاولت إنها معناها تقف مع عائلة الضحية رجعته موجود في السجن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة